مسيرة التعليم وعجلة العلم والمعرفة لم ولن تتوقف في سوريا كأثبات يدل في كل تفصيل من تفاصيله على إرادة الحياة التي تجسدت لدى السوريين في مواجهة الإرهاب هذا ما أكده أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي خالد الحلبوني ورئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي خلال جولتهما على عدد من المراكز التعليمية والجامعات لتفقد مفاصل العملية التعليمية وشروط الترشح للقبول للدراسات العليا ومفاضلة التعليم المفتوح عدة مراكز ولا يوجد فيها هذا الازلحام من الطلاب باستثناء هذا المركز لأنه مركز يمثل السنتر انصحها التعبير وفي باقي المراكز يعني مخفية نوعا ما إنما هي تعمل على مدار الساعة أيضا ما يميز هذا العام عن الأعوام السابقة كسافة طلاب الدراسات العليا وهذا شيء يبشر بالخير وهذا الأمر يدل على استقرار سوريا ويدل على أن سوريا قاربت وبشكل نهائي على النصر الأكيد يعني بهمة الجيش العربي السوري وبهمة قائد الوطن السيد الدكتور بشار الأسد وظاهرة إيجابية بالنسبة لنا هذا يدل على الإقبال الكبير من الزملاء والأبناء الطلاب للدراسات العليا ومن ثم التعليم المفتوح طبعا دراسات العليا هي تعني بناء القدرات بناء الكوادر البشرية المؤهلة للمرافق المختلفة في الجمهورية العربية السورية وبالتالي هذا جزء من إعادة الأعمار هو الاستثمار وتشجيع الدراسات العليا فبالعكس هذا يثلش صدري أن هذا العدد الكبير من الطلاب طلاب السورية في الجامعات السورية صامدون منتصرون بالعلم والثقافة والمعرفة في دليل يؤكدون فيه بأنهم مستمرون في علمهم ومعرفتهم وبناء قدراتهم التعليمية في سبيل إعادة أعمار سوريا